موجز الأخبار من حلب اليوم حياكم الله قال المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون إنه لا يرى سببا للدعوة إلى دورة جديدة للهيئة الدستورية المصغرة في ظل الوضع الراهن وعدم التوافق على جدول أعمال وأشر بيدرسون في إحاطته عبر تقنية الفيديو أمام مجلس الأمن إلى ضرورة التحرك للتقدم في عملية الإفراج عن المعتقلين والمخطوفين وكشف مصير المفقودين مؤكدا على أنه يعمل مع الأطراف السورية بشكل مباشر إضافة إلى الأطراف المعنية الأخرى لحل هذه القضية قالت وزارة النفط التابعة للنظام إن هجمات استهدفت مصفات حمص ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة الريان للغاز وأشرت الوزارة إلى أن هذه الهجمات تسببت في اندلاع حريق في أنابيب أفران تحسين المواد البترولية في مصفات حمص واندلاع حريق آخر في معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى حيث اقتصرت الأضرار على الماديات استخدمت روسيا والصين حق النقض الفيتو في مجلس الأمن بشأن مشروع قرار بتمرير مساعدات من الأمم المتحدة عبر نقاط حدودية عراقية إلى أربعة ملايين سوري لمدة عام وينص مشروع القرار الذي أعدته الكويت وألمانيا وبلجيكا على السماح بنقل مساعدات إنسانية عبر الحدود من نقطتين في تركيا وواحدة في العراق لكن روسيا أرادت الموافقة على نقطتين العبور التركيتين لمدة ستة أشهر فقط ضبط فرع مكافحة المخدرات التابع للنظام في مدينة حمان 30 ألف حبة كيبتاجون مخدرة مخبأة ضمن علب غذائية معدل التهريب خارج سوريا وقالت الصفحة الرسمية لقيادة شرطة موقع حمان التابع للنظام على فيسبوك إنه من خلال المتابعة تمكن فرع مكافحة المخدرات من تفكيك شبكة للإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ضمن المحافظة أو ضمن محافظة حمان نفذت رابطة الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في بيروت تعبيرا عن مدى المعاناة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون المهجرون من سوريا وبحسب مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا فإن الرابطة سلمت مجموعة مطالب أبرزها تقديم مساعدات عاجلة واستثنائية نظرا لتدهور الوضع في لبنان ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان حتى نهاية شباط الماضي نحو 28 ألفا وفق إحصائيات الأونروا أفاد مراسل حلب اليوم بدخول رتل عسكري تركي مقسم لتسعة أقسام من معبر كفر لوسين العسكري الحدودي بين إدلب وتركيا لتعزيز النقاط التركية المنتشرة بريفي إدلب الجنوبي والشرقي وضف المراسل أن الأرتالة التسعة التي دخلت ليلا هي عبارة عن رتل واحد دخل كتبديل وتعزيز للنقاط المنتشرة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي مع رحطات والصرمان وتل الطوغان نهاية الموجز وتتابعونا بعده برنامج قابلنا التحدي إلى اللقاء اشتركوا في القناة